أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك واسمحوا لي أن نرحب بضيفنا العزيز الأستاذ مصعب محمد مدير قسم الموارد والعلاقات في جمعية أبواب الخير الجمعية الرائدة في أعمال الخير والتي أيضا في مسك صارت جزء من تعودنا عليها عن المتابعين نحفظوا الإعلانات تماما فاسمح لي رحل فيك سيد مصعب الله يبارك فيك شكرا لك دكتور أحمد على هذه الاستضافة الثانية لجمعية أبواب الخير في قناة مسك وشكرا لكم لتحت هذه الفرصة وشكرا الجزيل لسادة المتابعين ومشاهدين أكيد أكيد الشكر موصول لكم على ما تقدموه كلنا بيعرف أن الجمعيات الخيرية في رمضان هو موسم من التعب ويعني استكمال طبعا ومن قبل رمضان بيكون في تجهيز زهار لكن بيكون في حالة استنفار لأن دائما هناك من ينتظر العطاء في هذا الشهر الكريم بداية قبل أن نبدأ مع بعضنا نتابع مع المتابعين هذا الفيديو الذي يتحدث عن جمعية أبواب الخير وبعض إنجازاتها ومشاريعها نتابع مع بعض لو تكرمت وسط أزمات وكوارث عصفت بالعالم أجمع انقضى العام 2021 لتسجل الأسر الفقيرة وأسر الأيتام المعاناة الأكبر في هذا العام غلاء معيشي تدهور صحي كوارث طبيعية وبشرية وأوضاع أمنية تركتهم بلا عون ولا ملاذ ولكي لا توصد أبواب الخير في وجه كل شخص ذي حاجة كان للجمعية بصمة خير في العام 2021 فتحت جمعية أبواب الخير بابها الأول باب الإنسان أمام الأيتام وأسرهم لضمان حياة كريمة لهم واستطعت تنفيذ مشاريع لما يقارب لستة آلاف يتيم من خلال تقديم الكفالة الشهرية وكذلك المساعدات الإنسانية لهم أسر حملت ساهم كهاتين وجمعية أبواب الخير على ما قدمته لنا من كفالات أيدام وشكرا أنا بحبك كثير أما باب إدارة الأزمات والكوارث فقد فتح لأكثر من 80 ألف وثمانية وثلاثين مستفيد من المشارع الموسمية كالشتاء ورمضان والأطحى وبالإضافة للمشاريع والحملات الإغاثية العاجلة في مناطق الأزمات والاحتياج ولأجل تمكينهم وتطويرهم ودمجهم في المجتمع فتحت الجمعية باب التنمية والتمكين أمام أسرها واستطاعت تنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق أقصى أهداف التنمية المستدامة من خلال تنميم المنازل المتضررة تقديم القروض الميسرة للمحتاجين ليبدأوا حياة جديدة بعد المعاناة وقد وصل عدد المستفيدين في هذا الباب إلى 15 ألفا ومئتي شخص توزعت المشاريع في كل من تركيا، سوريا، فلسطين، اليمن، والروهينجا ودعمها وآمن بها أكثر من 28 جهة مانحة من 13 دولة مختلفة 2022 عام جديد نتطلع ليكون عاما مليئا بالأمان والسلام للأسر وأطفالها كما ونسعى من خلاله للاهتمام بمشاريع التعليم وبناء المدارس وكذلك توفير المسكن والملبس والمأكل اللائق بالإنسان وأيضا أن يخص اليتيم ببرامج خاصة حيث نطمح لتأمين كفالات لعدد أكثر من الأطفال وتنمية وتطوير المشاريع التي تخدم طفولتهم ومستقبلهم أبواب الخير باب لكل محتاج والخير باب لكل محتاج ما شاء الله طيف واسع من المشاريع الإغاثية والتنموية ممكن لو بشكل هيك تحدثنا عن هذه المشاريع لماذا هذه المشاريع بالتحديد وما هي المشاريع من ربما التي تتمنى أبواب الخير أن تطرقها وتضمها إلى قائمة هذه المشاريع الله يبارك فيكم من جدد شكرنا لكم لتاحة الفرصة لجمعية أبواب الخير وللجمعيات الأخرى أيضا لعرض خدماتها ومنطاق عمالها اللي بتقدموا في ظل الأزمات والكوارث اللي بتعصف به هاي الأمم بداية مثل ما لاحظت آخر الفيديو احنا أسمعنا عام 2021 بأبواب الخير باب لكل محتاج أو اطلقنا عليه باب لكل محتاج 2021 عام عصفت فيه فيه الأزمات بشكل واضح ومتكرر فيه أكثر من من مرة خلال السنوات الماضية ابتداء بالفيضانات اللي حدثت بشمال السوري مرورا بالأزمة الحرب اللي حصلت فيه في فلسطين في القدس تحديدا ومرورا وانتهاءا واختاما بالأزمة المتجددة ومتكررة دائما في اليمن اللي بتدخل عامها الـ 11 تقريبا بالنسبة للمجالات اللي بتقدمها الجمعية أو الأبواب اللي بتخدم فيها الجمعية هي مثل ما ذكرنا بالفيديو تحت ثلاثة أبواب في الباب الأول كان عندنا باب الإنسان ومن هذا الباب احنا بنأمل أو بنسعى لتحقيق المشاريع الدعم النفسي للأيتام وأيضا من خلال تحقيق كفالات لهؤلاء الأيتام الحمد لله في هذا الباب خلال 2021 في ظل هاي الأزمات اللي عصفت بالأمم الحمد لله تمكننا من تحقيق قرابة ستة ألاف مستفيد في هذا الباب منهم سبعمائة كفالة للأيتام جديدة خلال عام 2021 ومنهم مشاريع دعم نفسي لهؤلاء الأيتام بواقع خمس مشاريع خلال عام 2021 تمكننا فيها من تحقيق قرابة ما يقارب خمسة ألاف مستفيد من هذه المشاريع الدعم النفسي للأيتام يعني جميل جدا طبعا هون اسمح لي أنه أبدي ثناء على فكرة دائما الاهتمام بالبعد النفسي أيضا مع الأيتام وعدم الاكتفاء بكفالة مادية لأنه حاجة اليتيم كما هي موجودة للمال هي موجودة أيضا للاحتضان والاحتواء والتربية والتوجيه طبعا أغلب الأيتام والأسر الفقيرة حتى هي بتيجي لتركيا أو لمناطق متعددة في فلسطين واليمن كلها بتكون شهدت مشاهد مرعبة وقاسية فما بالك يعني كيف رح تكون أثرها النفس عليهم لذلك دائما بنحاول نكون قريبين منهم لخلق نوع من الأمان والثقة لدى الأسرة إن كانت الفقيرة أو كانت اليتيمة حتى لأن الجانب النفسي هو الجانب الأكثر تضررا يمكن أكثر من الجانب المادي الجانب النفسي هو متضرر كثير وأغلب الأحيان إما الواحد أو الجمعيات تغفل هذا الجانب بتركز على تقديم المعونات والكفالات من غير ما تكون قريبة بشكل أساسي من الأيتام الحمد لله إحنا أحد الجمعيات اللي بنحاول نقدم هاي المشاريع ترعوا هذا البعض جميل جدا إذن محور الأول هو محور الإنسان وبشكل أخص الأيتام لهم الحصة الأكبر من هذا المحور صحيح المحور الثاني في الباب الثاني عنا باب إدارة الأزمات والكوارث في هذا الباب يندرج نوعا من المشاريع اللي هي الموسمية وأيضا الغاثية اللي حدثت الأزمات اللي حدثت خلال السنة كان لنا تدخل في مشاريع إغاثية وإغاثية صحية استفاد من هذا الباب قرابة 80 ألف مستفيد وطبعا كان العنوان الأبرز أو الباب الأبرز لعام 2021 في ظل الأزمات اللي حدثت في هاي السنة الحمد لله عندنا تقريبا 37 ألف مستفيد من مشاريع الأضحى عندنا قرابة 15 ألف مستفيد من مشاريع الشتاء في المشاريع الإغاثية تمكننا الحمد لله من تقديم المساعدات إن كان في الفيضانات أو في الحرب اللي حدثت في غزة أو في الأزمات المتكررة اللي بتحدث في اليمين تمكننا من خدمة قرابة 6000 مستفيد فقط في باب الإغاثة وحمد لله تمكننا من تقديم أيضا إسعاف أو ثلاثة إسعافات اللي في خلال مدة الحرب اللي كانت في قطاع غزة الباب الأخير يمكن بتلاحظوا أن الباب الأقل طرقا من قبل المتلرعين لأنه الكل بيطلع على الأزمة فتيجي تحكيله تنمية وتمكين بيحكي لك أنا خليني أركز الآن مع الأزمة اللي حاصلة وأنا هذا كنت بيسألك أين التنمية والتمكين في نشاطاتكم لأنه هذا بعد مهم نريد أن يعني ننهي المشكلة لا أن فقط تكون دائما حالات إسعافية عاجلة صحيح الحمد لله حنحكي عن 22 استهلنا 22 أو عامل 22 بمشاريع تمكين وتنمية وتمكين اقتصادي في مناطق متعددة لأنه هو الباب الأهم أنت في النهاية أنت كل اللي بتحاول تعمله كجمعية هو أنك تحقق مساعدات لهذه الأسر وتحاول الأسر أيضا تحقق دخل مادي مستقل يغنيها جزئيا وبشكل مع مرور الوقت يغنيها عن الاعتماد فقط على المساعدات التي تقدم من الجمعيات الخيرية يعني بدون شك هو أكبر إنجاز لأي جمعية خيرية أو لأي فاعل خير هو أن ينقل أسرة من حالة الحاجة إلى حالة الاكتفاء ثم تصبح ربما هي لاحقا تنتقل أيضا من حالة الاكتفاء إلى حالة العطاء ومساعدة الآخرين يعني هذا هو الإنجاز اللي بيخفف من عدد الأسر المحتاجة ولا يبقيها دائما في دائرة الحاجة بالطبع شو من نماذج هذه المشاريع خليقون التنموية يعني كان لنا مشاريع في غزة تحديدا كثير من الأسر فقدوا وظائفهم فقدوا مهنتهم حاولنا من خلال هذه المشاريع اللي قدمناها أنه نرجع الأسرة أو الفرد أو رب الأسرة إلى أن يصبح قادر على العطاء وقادر على استعادة عمل ومنهم قدمنا لهم قروض ميسرة أو عفوا منحة بتكون لأنه ما بنتظر يرد المبلغ القرض هو أنه يرد المبلغ المنح أنه يباشر عمله بشكل مباشر من غير أن يرد المبلغ كل هدفنا أنه الأسر ترجع مثلاً اللي عنده قارب صيد وتأثر في الحرب وفرنا له قارب صيد اللي فيه ناس صاغت ذهب وفضة وفرنا لهم مبلغ مادي بسيط ليساعدهم على إعادة تأسيس هاي العمل مرة أخرى ويمكن أكثر باب بنحاول في 2022 إن شاء الله الأزمات تقل على هاي الأمم بنحاول في 2022 يعني يكون أملنا أنه باب التنمية والتمكين أكثر باب يتم طرقه أن كان من مشاريع تعليم وتمكين عفواً تمكين اقتصادي أو مشاريع بتعود على الدفع على الأيتام أو على الأفراد اللي هي في مشاريع التعليم تحديداً هل تدخل ضمن هذا الباب ضمن باب التمكين أو خيني أقول يعني المشاريع اللي لها أثر مستدام موضوع البيوت التي مثلاً عملتم كانت جزء حسب ما شفنا بالفيديو اللي هي جزء في شمال السوري هي البيوت المدى للخيم نعم كان لنا الحمد لله بناء بيوت بدل خيمة أو بيت بدل خيمة للنازحين في مخيمات الشمال السوري وأيضاً في قطاع غزة كان لنا ترميم لقرابة 15 منزل أو 15 منزل للأسر اللي يعني تهدمت منازلهم بسبب الحرب اللي صارت عدنا لهم الأمل بإعادة ترميم هاي المنازل وأصبح إن كان في الشمال السوري أو في قطاع غزة أصبح الأسر يعني تستطيع أن تعيش في مستوى معيشة مقبول حتى أفضل من ذي قبل بالتأكيد حتى إن شاء الله يحققه جميل بالإضافة إلى أنه ما يكون يعني موضوع خليوا حتى لا تكون الأزمة سنوية ودورية دائماً مع كل شتاء تصبح الحياة إلى أكثر استقراراً نأتي إلى رمضان اللي هو كما قلنا في البداية هو موسم عمل الجمعيات الخيرية وموسم أيضاً الذي ينتظر فيه أصحاب الحاجة دائماً ينتظرون العطاء من أهل العطاء ما هي أبرز مشاريع رمضان وحملتكم التي نتابعها هي أبواب افتحوا الأبواب صحيح افتحوا الأبواب طبعاً الافتح الأبواب هو يمكن شعار المرحلة خصوصاً بعد سنتين من العنوان الأبرز كان هو الإغلاقات كان الوباء موجود حتى ما فيه لا افطارات جمعية ولا افطارات اللي بنشوفها في المساجد أو في البلديات بالتالي كان يمكن شعار المرحلة المناسبة هو افتح الأبواب حتى في هذا الرمضان كان هناك بصيص من الأمل بعادة الافطارات الجمعية بعادة فتح الحدود بعادة فتح كافة الأبواب ومنها إن شاء الله أبواب الخير خصوصاً بعد سنتين من التباعد ومن البعد القصري إن كان للنازحين بالشمال السوري أو غيرهم كان هناك بعد قصري ووسافة أمان اللي فرضتها أو فرضها وباء كورونا فالحمد لله 2022 كان بالشعار الأبرز هو افتح الأبواب في رمضان الحالي حتى اللحظة والله الحمد عندنا تقريباً أربعة ألاف مستفيد من مشاريع الإفطار الصاعم من مشاريع إفطار الصاعم كان عندنا أربعة ألاف وخمسمائة مستفيد تحديداً من مشاريع الطرود الرمضانية أيضاً كان عندنا ألف ومية وأربعين مستفيد أو ألف ومية وأربعين أسرة بواقع ستة ألاف وثمانمائة مستفيد تقريباً من الطرود الرمضانية أي مناطق كانت تهوزة حولها المستفيد؟ مناطق متعددة منها طبعاً بشكل رئيسي نحن عندنا ثلاث مناطق فلسطين عندنا الشمال السوري وعندنا أيضا اليمن تحديدا وتركيا بطبيعة الحال نحن رح نتحدث عن مشروع القائم خلال الفتر الجاية إن شاء الله أيضا كان فيه كسوة العيد طبعا كسوة العيد من أحد المشاريع المهمة اللي لها جانب نفسي أيضا لليتيم أو للفرد المستفيد كان لنا الحمد لله 800 فرد استفاد من مشاريع كسوة العيد وأهم باب وأهم عنوان لجمعية بواب الخير هو كفالات الأيتام حققنا في هذا العام أو في رمضان تحديدا حققنا بالله الحمد ثلاثين كفالة جديدة منها كفالة أيتام ومنها كفالة أسر أيضا ثلاثين كفالة جديدة لهؤلاء الأيتام فقط خلال شهر رمضان يعني سمحت لي أن أسأل كفالة اليتيم حسب ما أنتوا قدرتوها لأنها تختلف أحيان جمعية لجمعية وكلها تقديرات تقريبية وأحيانا لا تكون كثير من الكفالات التي تطرح هي لا تغطي كل حاجات اليتيم لكن على الأقل تساعد على تحسين وضعه ما هو قيمة الكفالة التي أنتم بتعاملوا معها والله قيمة الكفالة بتعتمد على قدرة الفرد على العطاء لكن هي لا تقل حتى يعني الحد الأدنى هو خمسة وثلاثين دولار وأيضا تصل إلى خمسين دولار الأسرة تختلف الأسرة على حسب عدد الأفراد لكن تبدأ من مئة وخمسين إلى مئة وخمسين على حسب الأفراد فأكثر هي لا تكفي يعني تخيل أنت فرد نفترض أسرة تعيش بثلاثة لديها ثلاثة أيتام تقريبا عندها مئة وخمسين دولار لكفالات الأيتام وين راح تكفي تصرفها بالتالي بنحاول كل كافل يتحصى على كفالة أو بكفال يتيم بنحاول خلال الموسم نخصص هذا المستفيد لهذا الكافل بنقول له يا كافل يا باغي الخير هذا هو اليتيم اللي انت كفلت وشو رأيك الآن يجى موسم العيد شو رأيك تعمل له كسوة عيد يجى موسم أضاحي شو رأيك تعمل له أضحية إله ولا أهله يجى موسم الشتاء شو رأيك تعمل له نفس دافئ تعطيه نفس دافئ فبالتالي بنحاول نغطي المستفيد أو اليتيم بالكفالة الشهرية اللي تقدمه بالإضافة للمشاريع الأخرى اللي ما نقفل عنها اللي هي منها شتاء ورمضان والأضاحي بالإضافة طبعا للأسر الفقيرة والنازحة بغض النظر كونها يتيمة أو لا وكلهم بيستفيدوا من هذا إذن افتحوا الأبواب اسمح لي يعني أنه أنا أتوجه بكلام لكل من يسمعنا الآن عبر ميسك راديو وتلفزيون ميسك افتحوا الأبواب هي حملة لترسم الابتسام على وجوه المحتاجين وأصحاب الحاجة والأيتام بالتحديد لذلك أنا أدعو كل من يسمعنا الآن أن يكون له مساهمة نحن سنعرض للأرقام الحساب البنكي الإعلان أصلا موجود دائما على مدار اليوم في راديو وتلفزيون ميسك يجب أن لا نمر مرور الكرام أعرف أن يعني لكل شخص فينا لديه ما عارف قال لي أمنا أصحاب الحاجة ربما يعني يرى عشرات الجمعيات أمامه لا بأس فليتبرع لكل جمعية بشيء من هذا الأمر بالعكس يعني أبواب الخير كلما فتحت أمامك فلتجعلها فرصة لمزيد من العطاء لا تقول أنه تبرعت أمس خلاص مش الحال لا تبرع الأمس وتبرع اليوم وتبرع غدا هي فرصة وهو موسم من مواسم العطاء آسف على هذه المقاطعة بس حبيت يعني دائما الإنسان يحتاج إلى تذكير ودائما لازم يقول لك أكشن يعني اتخذ قرار أو اتخذ إجراء بإمكانه أي واحد يسمعنا الآن أنه يتخذ إجراء فوري الآن أنه يفتح يتابع يشوف أرقام الحسابات أنا أرجو من الشباب في السوشال ميديا أيضا أن يضعوا في التعليقات أرقام الحسابات البنكية وكيفية التواصل مع الجمعية بحيث أنه نحن نتخذ ضغري إجراء سريع الآن اللي عم يسمعونا النسبة الكبيرة اللي بتسمعنا عبر الإذاعة بإمكانهم ضغري يفوتوا على الفيسبوك وأيضا يحاولوا يتخذوا خطوة ولو بسيطة ولو تبرع بمبلغ بسيط ولو بخمسين ولو بمئة ليرة يعني يجعلها الدخار له قبل أن نتابع معك بنا نشوف فيديو أيضا عن حصاد العام الماضي وإن شاء الله بيكون حصاد هذا العام أكبر من حصاد العام الماضي لأن إن شاء الله أنتوا دائما من جيد إلى أفضل وأحسن بإذن الله نشاهد معا فيديو لحصاد العام الماضي لجمعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر معا عن حصاد العام الماضي رمضان الماضي لجمعية أبواب الخير أستاذ مصعب كيف الآن تقديركم لرمضان الحالي؟ إلى أي حد سيكون أفضل من رمضان الماضي والله الحمد لله لو تلاحظ عدد المستفيدين في رمضان الماضي كان قريبا تقريبا 15 ألف أو 14 ألف وكسور الآن احنا اتجاوزنا هذا الرقم جميل وللسه بقي أيام قضية وهي أيام مهمة أيام مهمة ودائما أجود ما يكون فيها أجود ما يكون الليلة نحن نتحدث عن ليلة 27 ليلة القدر يعني كما يقول معظم العلماء فهي أيضا فرصة لمن يريد أن هذا أنا شخصيا اليوم يجب أن شخصيا مبابل تشجيع الآخرين أنه أقوم بتبرع للجمعية في هذه الليلة المباركة بإذن الله في عندنا مشروع آخر ذكرت أنت في تركيا وهو مشروع دعم نفسي للأيتام لو تحدثنا قليلا عن هذا المشروع طبعا هذا المشروع نشكر تطبيق أهمي طبعا وهو معنى عن أربرة الهاتف اللي كان هو أحد الشركاء المهمين لهذا المشروع رح يكون فيه بإذن الله إفطار رح نفطار إحنا مع الأسر مع الأسر اليتيمة حتى إحنا ننبسط قبل مهم ما ينبسط صحيح القرب منهم بجلب لك السعادة دائما الأيتام بركة صحيح فإحنا بإذن الله رح يكون إلنا أفطار معهم رح يكون فيه نشاط أيضا لهم طبعا هي إفطار صائم بإضافة لتوزيع كسوة العيد لهم كان فينا نعمل المشروع بشكل بسيط نفطر نعطيهم كسوة ونقول لهم زاكم الله لكن دائما لخلق نعمل الأمان والثقة بنحاول نكون معاهم نعمل احتفال بنقدم أنشطة بيكون فيه كلاون أو المهرج بيكون موجود حتى يطفي طابع مرح وفرح للأفراد الأيتام بالتالي إن شاء الله المشروع رح يكون يوم الجمعة الجمعة بإذن الله الجمعة سعيد صباحا لدكتور أحمد صباح الخيرات صباح الخير أخي مصعد أهلا وسهلا صباح حياكم الله أستاذ تامبي لو تحدثنا عن دور يعني أنتو كشركة أو رئيس تنفيذي لشركة تجارية هي في النهاية ما هو دور مثل هذه الشركات دائما كمسؤولية مجتمعية ودعم العمل الإنساني والخيري لو تحدثنا عنه عموما ومن خلال العمل الفعالية التي ستقام يوم الجمعة بعد غد لدخال السرور على قلوب الأيتام هلأ دور الشركات مثل دور أي مجموعة بشرية تانية يعني سواء كانت منظمات أو هيئات أو أي أفراد يحبوا يكون في إلهم مساهمة بالأعمال الخيرية بس كتطبيق أهمي يعني أهم شيء بأدنى يعني البعد الإنساني التطبيق أهمي أنه عم بيساعد الناس على أنهم يشتغلوا من بيوتهم يعني قام مثل ما تفضل بصعبهم شوي بعد كورونا تحديداً ظروف العمل صارت صعبة كتير فالتطبيق يعني بيساعد الناس على أنهم يبلشوا يعملوا الشغل الخاص فيهم من بيوتهم يعني من مطابخ بيوتهم ما أنهم بحاجة لحتى يطلعوا برى البيت لحتى يدوروا على فرصة عمل لا يعني أي ست بيت أي صبية أي شاب أي رجل عنده نفس طيب بالأكل ممكن من خلال التطبيق يبلش شغله الخاص فيه من مطابخ بيته يعني يعني هو يعني أنك تساعد الإنسان على أنه يشتغل أهم بكتير من أنك يعني تعطي مساعدة عينية يعني أو فلوس جميل جميل يعني هذا البعد التنموي اللي كنا نتحدث عنه والجمعيات مؤخرا عم تعطيه اهتمام كبير أنه بعد تنموي يعني بحد ذاته فكرة تطبيقهم هي فكرة رائدة لأنه مشروع تجاري لكنه فيه منه في يعني خلينا قول البعد الإنساني والبعد التنموي وبعد توفير فرص العمل لمن يعني لا يستطيع خلينا قول إيجاده بسهولة أستاذ دامبي لو اتحدثنا عن المشروع أو خلينا قول دوركم اللي حيكون أيضا بالفعالية يوم الجمعة ويعني كيف هيك تفأت ورتبت هذا الأمور والله لا الصراحة اللي يتابع هالموضوع هذا مع مصعب هو عبادة ما عندي فكرة كاملة عن اللي رح يسي بس يعني قعدت مع مصعب أنا قبل رمضان واتفقنا على أنه نكون نشتغل مع بعض شغلات كتير يعني كلاهات قادمة بإذن الله منها هم مشكورين رح يساهموا بتغطية بعمل روب حسنة لعدد من الأسر المنتجة من اللي يشتغلوا بعد تطبيق تبعنا وإذن الله بالفعل صحب جميل جميل هذا التعاون اللي حيكون بين الجهات أستاذ ثانبي يعني هي مداخلة سريعة وقصيرة لكن نحن كنا حابين يعني ونصل الضوء بسيط في ضوء رمضان لكن الحديث معكم يطول نحن تشرفنا فيك مرة في الاستوديو وأكيد حابين نسمع أكثر لاحقا عن تطبيق همي إلى أي مراحل بس ممكن أسمع منك بدقيقة إلى أي مدى أستاذ ثانبي الآن خليقول حققتم مراحل في هذا البشروع على أرض الواقع ممتاز التحديد يعني نحن اليوم مغطيين إسطنبول من شكما جيب الأقصى غرب إسطنبول الأوروبية لبندك بأقصى شرق إسطنبول الأسهوية نطفعنا على مرسين خلال العيدين إن شاء الله رح نرجع نغطي خمس ولايات بالإضافة لمرسين وإسطنبول والحمد لله عم بيكون في تفاعل كثير إيجابي من الأوروبات تخضير الطعام بالملايات اللي رح ندخل لألها فإن شاء الله يا رب هكذا الله يعني أنه نقدر ننجح بباقي الولايات متما الله هكذا يسرنا ونجحنا بإسطنبول بإذن الله جميل جدا أستاذ ثانبي نتمنى لكم فعلا كل النجاح والتوفيق وهمي فعلا هو طعام أو طبخ بنفس الأمهات أشكر وجدك معنا وأشكر تفاعلكم مع أيضا فعالية الإيتام التي ستكون يوم الجمعة وأعود إلى ضيفي أيضا في الاستيديو الأستاذ مصعب أستاذ مصعب أنا عجبني هذا الشراكة وهذا التعاون المتبادل يعني عجبني أنه أنتوا مستفيدين أو رتبتوا مع تطبيق همي لا يشارك بإنجاح فعالية بالمقابل يعني هاي سمعتها الآن من الأستاذ ثانبي ما حكيتنا ياها أنه جمعية أبواب الخير عم تقدم قروط حسنة لرواد إعداد الطعام اللي هنا ممكن يكون محتاجين إلى عدة مطبخ أو فرن أو بعض الأدوات البسيطة اللي ممكن تنقلهم إلى منتجين من خلال تعاون مع التطبيق فممكن تحدثنا عن الفكرة هاي لأنه صراحة يعني عجبتني جدا هاي أحد النقاط المهمة اللي أولنا بنركز عليها إن شاء الله في عام 2022 ومشكور الستاذتان بيعطاني الفرصة طبعا شكرا إلك أنك حكيت اسمي مصعب واش معاد دائما بنديني معاد لا اليوم ضعبت نعم فبنشكرهم هم اللي موجود عندهم البعد الإنساني في العمل لأنه في تجادب أفكار إنصاح التعبير مع تطبيق أهمي فكانت هاي المساعدات اللي هي حقيقة لم تقدم ولكن ستقدم إن شاء الله تم إبرام الاتفاقيات كلها خلال شهر رمضان إن شاء الله من بعد رمضان راح نبدأ بدعم هاي الأسر طبعا هاي بخليني أحكي عن رسالة أخيرة هاي بسيطة هاي بحس المسؤولية المجتمعية عند الشركات التجارية يعني ستان بشاف مثل ما إنه في تجارة بالدنيا في تجارة أيضا مع الله بدها تكون فإحنا دورنا في الجمعية هي إنه إحنا نستثمر الأموال اللي بتقدموا فيها المتبرعين الكرام نستثمرها في تجارتهم مع ربهم أو مع الله بالتالي يعني التجارة مع الله دائما رابحة أنت لما تيجي تتاجر بالدنيا بتحسب وبتكسم وبتطرح لكن مع الله ما في منطق دائما أنت ربحان لا في اسمه ولا في طرح ولا شيء وقانون رباني واضح يعرفه الصغير الكبير ما نقص مال من صدقة صحيح قد لا تجدها بزيادة راتب لكن بتتلمسها في بركة مالك في مشروع ربنا بيحفظك منه من خسارة أموالك بسبب ما نقص مال من صدقة يعني فانا الإنسان بيلمسها يعني ما أظن في حدا تصدق بعدين إجاء لي هالشهر سبحان الله انكسرت لأني تصدقت يعني هي خلص هي بتجي بكج واحد وما بيشعر فيها بالعكس كما قلنا غالبا ما يشعر ببركة معينة أو دخل إضافي غير خيئو المنتظر أو كما قلت بركة إنه والله الحمد لله هالشهر كان فيه بركة وكفاني المبلغ نفسه اللي بالعادة يقصر يعني يعني كمان هذا التعاون الثالث مع شركات تجارية موجودة بتركيا هو التعاون الثالث ومن هاي المنبر بالنادي لأغلب المؤسسات التجارية ولكل المؤسسات التجارية إنه والأفراد أيضا يعطوا فرصة للجمعيات لإدارة أو لاستثمار أموالهم في التجارة الرابحة اللي مع الله إن شاء الله طبعا فيه سؤال كثير بيتكرر مين المستفيد كيف تعرف هذا مستفيد أو مش مستفيد بالتالي إحنا دورنا في الجمعية إنه يكون فيه قوائم للمستفيدين تحديث لهذه القوائم بشكل متكرر تقسيم المستفيدين إلى فئات الأكثر استحقاقا فالأقل بالتالي بنحاول نسعى في إنه نسبة الخطأ يعني ما تتجاوز 5% إنه تروح لمستفيد قد يكون أقل استحقاقا من غيره لكن بنحاول بنخلال هذه القوائم وتحديثها بشكل متكرر إنه المال المتبرع به يروح إلى الأسر المستحقة والأكثر استحقاقا وهذا ما يعني نتذكر يمكن هو حديث بصراحة لكن ما بعرف لأن تخطأ في في العطاء خير أن تخطأ في المنع في المنع فأعتقد أنه حديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني ربما إنه ما يكون حديث يكون قول يعني ما أحد الصالحين وهو يعني صحيح من حيث المبدأ وبنحب نذكر بآخر نقطة أطلنا كثيرا لا أبدا أبدا وفي أنا نقطة أنا بدي أعقب عليها هلأ أسمح لي بعد ما أسمع لا أنت شح تأتينا وقت زيادة طيب فضلا طيب لا ما يكيلك أنا حقيقة أريد يعني وإن كان ربما يعني هو على الهوى ليس مكان للثناء والمدح لكن أنا لمست عندك شخصيا وأنا يعني أسعد بهذا الأمر نفس الرغبة في التطوير وفي محاولة فتح أبواب جديدة لمست الآن أكثر لما عرفت عن شراكتكم مع هامي وأنا ما كان إلي خبر عنها وجلسنا جلساتنا الأولى فكرة الاستفادة والعطاء المتبادل يعني هذا الحرص من شخص يعمل في الجمعيات الخيرية على الخروج من إطار المألوف في العمل الخيري إطار أنه جمع تبرعات وإعطاء مباشرة بنفس النمط إلى محاولة الإبداع سواء كان بإسم حملة بشراكة مع جمعية أخرى مع مؤسسة مع شركة مانحة مع رجال أعمال حتى مع خيئول وسائل الإعلام هذا كله الأمانة يعني محل ثناء ويعني لذلك أحبت صراحة أعبر عن إعجابي بهذا الأمر متمنى لكم التوفيق ولما الواحد يبدأ بخطوات فيها هذا الإبداع ومحاولة التطوير متأكد أنا أنه سيصل ويحقق الكثير من غايته طبعا شكرا لهذه اللفتة الجميلة لكن أكيد هذا كله تكاتف عمل أفراد المؤسسة الموجودين بنوجههم التحية طبعا أكيد بيتابعونا فلولو الله ثم هذا الفريق ما كان جمعية أبواب الخير وصلت لهذه المنصة تحديدا أو لهذا التطور ودائما أملنا إن شاء الله دائما يكون فيه تمييز في طرح المشاريع وإن كان هناك رتابة في المشاريع لأغلب الجمعيات وهو شيء ما فيك تستغني عنه لأنه ما فيك تحكي والله ما فينا نقدم طرد غذائي طالما هناك احتياج يجب أن تستمر بتقديم مثل هكذا معونات بحب أذكر وأنوه بالمشروع الأخير اللي راح يكون إن شاء الله يوم الجمعة وبالنادي أهل الخير اللي فيه مجال يشارك في بعض الأفراد ما عندهم ثقة بالمؤسسات أو الجمعيات الخيرية حتى هدول بنقولهم فيك تروح لألسي وكيكي أو سونا لهم دائما جاني فيك تروح لبعض المتاجر تطلب منهم كرت بقيمة 200-300 ليرا تقدموا للجمعية وبالتالي إحنا ما بنكون استلمنا منكم مصاري بنكون استلمنا منكم معونات هذه المعونات راح تروح مباشرة للمستفيدين اللي فيه يوم الجمعة إن كان من الماركت الغذائي فيك تتحصل على هذا الكرت أو إن كان من ماركة ملابس فيك تتحصل على هذا الكرت حتى يزيد عدد المستفيدين يوم الجمعة إن شاء الله الإفطار راح يكون يوم الجمعة أكيد المغرب راح يكون فيه احتفال أيضا اللي قادر يشارك بالمال حسابات البنكية صارت موجودة اللي قادر يشارك بالكرت فيه تواصل معانا على الرقم 0-53-7-9-2-3-6-6-5-3 حافظ ناشا الله فيكم تشاركوا معانا أجود ما يكون إذا ربنا بكون أجود ما يكون في هذا الشهر أو في هذه الأيام الفضيلة فما بالك فينا أحنا اللي لازم يكون أجود ما يكون في هذا الشهر يعني أسوأ على سنة النبي محمد عليه السلام الذي كان أجود ما يكون في رمضان كان كريح المرسلة دائما بجيما تروح وأن تنشر الخير وأن تنشر الغيث أو حبات اللقاح بينما تأخذ بهذا المعاني فإذن مرة أخرى أشكرك على وجودك معنا أشكركم على هذه الجهود الرائعة أشجع مرة أخرى كل المستمعين حتى أشجعهم على مشاركة منشور الحلقة ومشاركة أرقام التبرع فربما أنت تضيق بك الحال عن التبرع أو تتبرع بمبلغ قليل لكنك ممكن أن توصل هذه الرسالة إلى من يستطيع أن يتبرع بأرقام أكبر وتأخذ الأجر مضاعف أجرك وأجره بإذن الله عز وجل إذن باب الخير مفتوح لكل محتاج وأفتحوا الأبواب في هذا العام نتمنى بإذن الله عام دائما أفضل من العام الماضي وبمراحل وإن شاء الله نتمنى نجاح هذه الفعالية ننتظر إن شاء الله أن نسمع منكم عن نجاح فعالية يوم الجمعة مرة أخرى أشكرك حقيقة على وجودك معنا في هذا الصباح شكر جزيل لقناة ميسك ولي حضرتك شخصيا لإتاحة الفرصة مرة أخرى لجمعية أبواب الخير لتعرض مجال أعمالها وخدماتها على المشاهدين ومتبرعين الكرام حياكم الله هكذا أحبائي المتابعين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم حلقة بين المال في الإسلام وأهمية المال وواحدة من أهم جوانب المال هي أن ينفق فيما يرضو الله عز وجل وفي سداد حاجات الآخرين وصولا إلى افتحوا الأبواب وجمعية افتحوا الأبواب ومشروعها الرمضاني المميز وأرقام التبرع موجودة لديكم في التعليقات نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة وصباحكم موسيقى صباحك مسك صباحك عمبر وورد وفل وقطعة سكر وكأس من الشاي حلو لذيذ بنعناع أرضي بلادي معطر اشتركوا في القناة